احكيلي عن تجربة كورونا معاكي إنسانياً واجتماعياً بعيداً عن الشغل اللي وقف قد إيه كانت تجربة سخيفة قاسية فيها مراجعة أنا حبيتها قوي لا يا شيخ والله القاعدة اللي في البيت حبيتها قوي يعني شهور وانا قاعدة في البيت وزي محضرتك قلتي مراجعة وأسئلة حاجات ما كنتش شايفاها بقيت شايفاها حاجات لي علاقة بالمستقبل ما كنتش بختبالي منها ما كنتش بفكر فيها بقيت بفكر فيها بقيت بشوف الحياة من زاوية تانية الصراحة آه طبعاً وحسيت إن أنا صحابي اللي أنا بقالي سنين بعرفهم لا أنا عرفتهم أكتر في الفترة دي يعني إحنا كنا يمكن نكلم بعد كل شوية أو نقعد ونخرج كل شوية بس لما قعدنا في البيت وتكلمنا بجد وكل حد لوحده يعني حسيت إن أنا عرفتهم يمكن أكتر من أكتر من زمان وقربت منه أكتر وطبعاً عادت مع أهلي ومع أمه وبابا وأخويتي بقالي كتير ما شفتهم فلا أنا بالنسبة لي تجربة حلوة واستفدت منها قاول اشترك دلوقتي وتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر